أهلاً مشاهدين والمصابون بمرض الزهايمر فئة مهمة في المجتمع وهم بحاجة إلى رعاية واهتمام خاصة حيث يواجهون تحديات نفسية وجسدية تؤثر على حياتهم وعلاقتهم وهذا ما يجعلهم بحاجة إلى المساعدة والاهتمام والرعاية ما يتطلب الصبر والشعور بالمسؤولية من الأقارب فما الذي يجب على المحيطين بالمصابين بألزهايمر عمله بالتحديد وما هي الاحتياجات التي يجب توفرها للمرضى وما تأثير هذه الرعاية عليهم هذه الأسئلة وغيرها نناقش إجاباتها مع الأخصائية النفسية ميرال أصلاً أغلو هنا معنا في استيديوهات صباح بلقيس يسعد صباحك أهلاً 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 وسهلاً فيكي ونورتينا بدايةً يعني لو نتكلم عن ما هي العوامل المسببة للزهايمر عندها كبار السن هلأ بدايةً خلينا نعرف شو يعني هو الزهايمر زهايمر هو مرض عصبي تنكسي يكثر شيوعه بين كبار السن وخاصة مع الفئة التي تبدأ من العمر 65 فما فوق بمعنى بيؤدي إلى تدهور بالقدرات العقلية المعرفية الانتباه الذاكرة تذكر حتى التركيز كل هذا بيأثر على مرض الزهايمر والأشخاص المصابين فيه العوامل اللي بتأثر الحقيقة علمياً ما في سبب واضح ومحدد إلى هذه اللحظة ولكن بيقول الطباء أو العلماء عموماً أن تراكم اللويحات العصبية بشكل غير طبيعي في الدماغ والتشابك اللي في العصبي بالإضافة لتراكم البروتين في الدماغ بيؤدي إلى حصول مرض الزهايمر من الناحية الطبية لكن في عوامل أخرى تانية تتكافل وللأسف بتصيب بالشخص بهذا المرض من هالعمامل الوراسية بحيث بيقولوا أنه إذا كان في فرد واحد من الدرجة الأولى بالأسرة مصاب بالزهايمر فإن إصابة أحد الأفراد الأسرة الآخرين تتراوح من نسبة من 10% إلى 30% هو خبر كثير محزن ولكن هي حقيقة علمية ثانية شغلة العمر كل ما تقدم الإنسان بالعمر كل ما بتكون خطر إصابته أعلى ثالث شغلة الضغوط والتوترات دائما الجو المشحون الخلافات الأسرية مشاكل العمل ضغط الحياة التسارع والتركض دائما في مطبات الحياة بتخلي الواحد دائما ذهنه مشوش ما قادر ينتبه ما قادر يركز كلها ياتا بتعدي وبتأدي إلى تدهور بالصحة النفسية أو العقلية طيب إيش هي التغييرات التي تظهر على هؤلاء المرضى كعلامات بداية بالأخص للمحيطين بهم ليعرفوا أنهم بدأوا فعلا بالإصابة بهذا المرض هلأ تبدأ وبتتجدل البدايات الأولى عند كبار السن بفقدان للذاكرة قصيرة المدى ولكن في حفاظ نسبي على الذاكرة طويلة المدى بتتجدل هي الأعراض عموما بنسيان الأشخاص المواعيد المواقف الأحداث أحيانا تكوني حاكي تيله شغلة بيقلك ما قلت تيله لا عن جد أنا يوم لفلاني بالساعة لفلاني بيقلك ما نتذكرت بلد أحيانا بخربطة بأسماء أفراد العائلة أنه أنت مين أنت شو عم تساوي لي هيك بتبلش أما الذاكرة اللي طويلة المدى هي بتظل حافظة أو محتفظة بالأحداث والأشخاص والأسماء اللي كانت بالإضافة للأحداث يذكروا فترة زمنية محددة وينسوا مثلا الجديد يعني الأحداث العالية الجديدة بتكون قابلة للتكسر وقابلة للإنحلال وأنا ما مدران أتذكر أما أشياء الأديمة الأشخاص الأديمة الأحداث الأديمة كلها ياتها بتكون راسخة بالذاكرة كونه هي انتقلت من زمان من الزاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى بالإضافة بيتجلى أنه ما بقى يقدر يقوم بالمهام اليومية بتجلى اضطرابات النوم اضطرابات الشم التوتر الانسحاب الاجتماعي أني أنا كلما أسألهم شغله بقولهم ما متذكر عيدولي عيدولي بيصير هو بيخافي بتوتر أني ما بقى بدي أكمل إلا مبالا إن أعدت بجلسات اجتماعية شاركت أو ما شاركت ما فرقاني معه لأنه هو بالأصل عم يحس بالإحراج في مراحل متأخرة للأسف احتمال يعاني الشخص من السلس البولي بيقدر بس مقدمون الرعاية الصحية هو يزبطوله أموره أو يرتبوله حياته بحيث يقدر يكمل أحيانا كما بتترافق بالأراق بالإجهاد النفسي بجنون العظمة الاكتئاب القلق هذا كل ياته بالمراحل المتقدمة حتى آخر شيء بيصير طريح الفراش ما بيقدر أنه يساوي أي شيء بدون مسؤول الرعاية بيعانوا بصعوبات باللغة اضطرابات باللغة وصعوبات بالبلع وهي بتساهم حتى يكون الواحد ينتهي وفاته بمرض الالتهاب الرئوي التنفسي للأسف يعني لحوله ولا قوة إلا بالله فعلا مرض يعني على الناحية القسدية والعقلية والاجتماعية مؤلم جدا الآن ركز شوية بالموضوع من الناحية الاجتماعية كيف يؤثر الزهايمر على العلاقات العائلية يعني لكبار السنة المصابين بهذا المرض؟ هلأ منقول بندعي أنه الله يساعد أي حدا عنده شخص زهايمر بالبيت أول شيء بيعطي ضغط بالرعاية بحيث أنه الإنسان إنشئنا أم أبينا هو عم يتعرض لضغط جسدي وضغط عاطفي بمعنى أنه إذا بدي يقوم إني أخذه على الحمام هذا بدي يطلب قوة بدي يطلب جهز طلب تفرق حتى جزئي أو كله لهذا على حسب شدة أو درجة مرضه ثاني شيء تحديات التواصل مثلا هي لنا من ميزات مرض الزهايمر هو يعطي اضطراب باللغة ما يقدر الشخص المصاب أنه يعبر عن احتياجاته أو عن رغباته بطريقة سليسة أو بسيطة مشان هيك يفضل أنه نستخدم معه كلمات محددة ونكررة التكرار هو اللي بيساعد أنه يضل قدر المستطاع أنه هو مركز معنا أو منتبه لكلامنا ثالث شغلة الضغوط الاقتصادية الضغوط المالية اللي بتطلب توفير شخص احتمالي يساعدنا بحركته خاصة إذا كان من أصحاب الوزن الزائد أو هيك إجباري الضغط أني أنا ما بقى متفرغ لحياتي بشكل كامل منقول كمان اختلاط أدوار العائلة احتمال كون أنا موظف كون مسؤول أب أو كون مسؤولية أم وبنفس الوقت أنا مسؤول أقدم الرعاية الصحية لشخص عندي بالبيت فعلا يعني تحديات كبيرة صح لكن هؤلاء المرضى كيف ممكن أن نحسن جوضة حياتهم مع هذه التحديات هلأ هذا السؤال بيعطي أمل أو بيعطي إلهام لأي حد عنده شخص مصاب بالمنزل أول شيء توفير بيئة آمنة قدر المستطاع بالبيت بمعنى البعد عن السلالم المحفورة البعد عن الأدوات الحادة أو الخطيرة أو المواد الكيميائية رفعة من بين الأيدي توفير إضاءة جيدة خاصة مع التقدم بالسن احتمال يكون في نقص أو ضعف بالبصر مشال هيك يفضل أنه يكون خطواته واضحة إذا قام لحاله إذا قاعد لحاله يقدر أنه يكون هو معتمد على حاله قدر المستطاع تاني شغلة تنظيم جدوى الروتيني أو حياتي أنه أنا مثلا أحيانا بيقول لواحد بيكون مشغول مثلا بالتليفون آه نسيت طعمي أمي نسيت طعمي أبي أنا ماشي أو اليوم كان مثلا موعد استحمامه لهذه الدرجة يعني بيكون الموضوع دقيق أطيب ماشي أنا بكرة بتلافى الوضع أو احتمال إذا شار معي حادث بكرة كمان قدر أجله لبعد يوم دائما الجدول المحدد أو الروتيني هو اللي بيوضح لي خط الطريق للتعامل معه الثالث شغلة الاهتمام بنوعية الأكل كثير الابتعاد عن الوجبات السريعة الابتعاد عن الأكلات صعوبة المضغ توفر الأسماك التونة السردين هذا كل ياته بتساعد أنه الشخص يكون قدر مستطاع محتفظ بقدرته العقلية والمعرفية ليقدر يكمل نشاطه طيب يعني ممكن تقدمي نصائح للأشخاص الذي يعني معاهم يعني أشخاص مصابين بمرضة زهائمر ما أهم النصائح اللي بتقدميها لهم للرعاية المنزلية للرعاية المنزلية أول شيء أنه احتسبوا أجركم كله عند الله لأنه هو بالنهاية هذا امتحان من الله أولا وآخرا الثاني شغلة الابتعاد عن التدخين الابتعاد عن الكحول بهذا الشيء كتير له دور له أثر ملحوظ أثناء تقديم الرعاية للمريد ثاني شغلة الاهتمام بالجرعات الأدوية مثلا أني أنا ما وقف الدواء لحالي أني أنا ما زيد العيار لحالي دائما نكون مخطط بشكل أني أي تغيير أو أي لخبة طلقيتها عندي مع المريد أني راجع الطبيب المتابعة الدورية للتحاليل للاختبارات اللازمة هذا كله يأتي بتخلي الشخص قدر المستطاع محافظ على قوة طيب إيش هي البرامج أو الخدمات اللي ممكن يعني يستعين بها أهالي هؤلاء المرضى لمساعدة من القيم يعني بخدمة مرضى الزهايمر هلأ من ضمن هاي البرامج أول شي جمعيات الزهايمر هي موجودة غالبا في كل الدول عند من أجل الحصول على الدعم العاطفي أو النفسي أو حتى الاجتماعي يوجد تواصل مع هاي الجمعيات وفي مؤسسات أيضا غير بحية بتساهم تقديم الدعم والنصح للمريد وذويه يعني مو بس هو هذا بيخلي أكثر الواحد يقدر يقاوم يقدر يكمل يقدر أنه أنا حكفي معه لو شو ما صار ثاني شغلة الدعم العاطفي أحيانا بدنا نراعي هذا الشي أنه هو يمكن ما يكون قدران يعبر ما قدران يتواصل لما يساوي معه التفاهم العاطفي هو هيحس أنه بالمحبة هيحس أني أنا ما ليثقلة عليهم رغم أنه هو يمكن عقليا ما قدران بس المشاعر سبحان الله بتصل ما بتكذب الثالث شغلة أنه دائما لما الواحد يساوي له جدول معين أو نظام حياتي معين حيعرف أنه هو وين نقص عليه بحاجات وين هو رتب له بحاجات إذا كان المريض في بداية أو متوسط مرحلة مرضه احتمال نستخدم من الوسائل التكنولوجيا أو التواصل الاجتماعي بعيد تنبيه هلأ رني مثلا على هي الرني حان وقت الأكل رني على هي الرني مثلا حان وقت النوم رني على هي الرني أني أقدر بساوي بهذا الشكل أو بهذه الطريقة نستفيد من الأشياء المتاحة بالإضافة فيه ملحوظة أنه بكل الدول هو فيه بشكل قانوني يحق لأي مريض عنده مريض من مرضى الزهايمر أنه يأخذ مساعدة مالية أو نفسية بناء عن تقديم طلب للجهات المعنية ويحصل على الرعاية الكافية والكاملة من قبل الدولة طيب أستاذ الميرال يعني شخص للأسف أصيب بهذا المرض أكيد الموضوع بينعكس بشكل سلبي عليه وعلى المحيطين لما واحد يسحب بعض المهام من الشخص المصاب هذا كيف ممكن تتأثر نفسيته؟ هل تتأثر يعني بشكل كبير؟ هلأ هو باختلاف شدة المرض أو هلأ لأنه المرض الزهايمر يقول له ثلاث درجات الشديئة هذا اللي شو ما ساويتي معه أو شو ما سحبتي منه ما هيتأثر المتوسط احتمال على حسب مثلا غياب الذاكرة وحضورة الخفيف هو اللي حيتأثر بهذا الشيء واللي بيقوم بهذا المقياس هو الطبيب أو الأخصائي النفسي هو مقياس نونيز مقياس نونيز للتقييم العصبي والنفسي أو مقياس التاني مقياس القدرة الوظيفية في المجتمع بناء على شدة المرض وحاجته هو بترجع استجابة الشخص المريض أني أنا شعرت بالأحباط شعرت بالحزن أنا زادت حالتي لأنه هنا مهملين فيني أو أنه هنا معمل أبولي احتياجاتي بالإضافة لإضطرابات الزاكرة اللي هي أني مثلا متأدميل له الأكل أو تأدميل له الاهتمام أو الرعاية الصحية بيقول لك أنت مأسرة معي أنتي ما سويت لي هو ملغلط بالشخص ملغلط أنه الزاكرة معا متساعد من هذا الشيء جميل أنه يكون في واعي يعني لكن للأسف بعض الأسر يمكن تتعامل بشكل غير جيد مع هؤلاء المرضى فكيف نواعي هذه الأسر في التعامل يعني نشوف سلوكيات مثل حبصهم مثل يعني الإهمال يعني وغيرها من السلوكيات كيف نواعي هذه الأسر؟ توصلوا أنه يربطوهم أحيانا أول شيء شكرا لبرنامجكم يلي لفت هيك فكرة أو هيك موضوع مهم في البيئة العربية هو من أكبر المسببات لزيادة الوعي النفسي ضمن هذا الموضوع تاني شغلة أنه الالتزام بالأدوية هي بتخلي المريض ضمن حد معين ما يتدهور صحته تاني شغلة أو تالت شغلة هي الاهتمام بالصحة النفسية بمعنى أنك ما تعطي أخبار فجائية تعطي مثلا خبر فقد عزيز هذا كل ياته بساعد بالتدهور الصحي إيقاف الدواء من حالك مثلا أنا رحت عند هذا الدكتور والدكتور ما فادني بالدواء أنا طاله يا من حالي هذا كل ياته بيأسر تغييرات البيئية أنه تقول أنا مثلا بدي مصلحتي بدي مصلحة أولادي وقت نغير البيئة بشكل كلي لدى المريض هو بساعد أنه يحس بالإحباط أنا ما عرفان وين يمشي ما عرفان جيراني ما عرفان ما عارف اللي كانوا معي بنفس الحي هذا كل ياته بيأسر بنفس الوقت فاقد الشيء لا يعطيه هدول الأشخاص أنا بنصحهم أنه ياخدوا استشارات نفسية أو اجتماعية من مراكز في مراكز خيرية في مراكز غير ربحية هي بتساعدهم حتى يتعاملوا بشكل صحيح بخصة ضغط النفس حتى ينتم موجود في كثير معلومات مليء بالمعلومات للأسف يعني أستاذة أنه بعض الأسر تشعر بالخجل من أصحاب مرض الزهايمر نجي الآن الموضوع يعني أنت قلت نقطة مهمة في البداية أنه إبعاد الآلات الحادة أو هذه الأمور منهم هل ممكن أنه يكونوا خطر مثلا على الأطفال خاصة تعرفين الأطفال وانيسين يعني هل أنه آمن نطرح عندهم الأطفال أكيد لا أكيد لا للصغار ولا الكبار المصابين بالزهايمر لأنه هو يعطي تدهور عقلي لأ الطفل يضعه أدامه آلات حادة ما هيعرف أنه احتمال يلعب مع أخوه الصغير يؤذي وبنفس الوقت وقت المرض الزهايمر هو بيرجع الشخص لحالته البدائية اللي هو كأنه طفل صغير يحتاج لرعاية واهتمام يعني صافة إدراكه أو مقدرته العقلية مقاربة للطفل باختلاف الشدة وباختلاف الحالي مشان هيك دائما الأهل عليهم أنه يأخذوا الإجراءات اللازمة أو المناسبة بناءا للمنطق بناءا للوضع الأسري بناءا للشي هذا خطر أو لا مسموح أو ممنوع طيب أنت كمان ذكرتي موضوع الأدوية فايش هي الأدوية اللي يمكن يستخدمها رغم أنه نعرف أن المرض هذا لا يمكن علاجه لكن ما هي الأدوية التي تقصديها هلأ هو ما في دواء شافي بشكل قطعي لمرض الزهايمر للأسف ولكن هناك أدوية تؤخر تدهور الصحة العقلية أو القدرات الذهنية لدى المريض منها دوني بيزيل ثانيا ريفاستاجمين وميماتينين هذول كلا ياتون بيخلوا مادة الأستيلكولين هي شفاءة الأستيلكولين بالدماغ هو ناقل عصبي كيميائي بيساعد أنه يخلي الإنسان بيدعم وظائف الدماغ بحيث أنه يكون الواحد متحفز للانتباه للتركيز لاكتساب المعلومات المعرفية وحل المشكلات ثاني شغلة له أهمية كبيرة بنقل الإشارات العصبية من وإلى الأعضاء والعضلات ثالث شغلة بيحافظ على قوة العضلات وعلى حركتها وعلى مرونتها بالإضافة هناك دعم لدراسة طبية بتقول أنه هو يساهم في قوة عضلات القلب والأوعية الدموية طيب أستاذة ميرال هل وجود مثلا مثل جمعيات خاصة بهذا المرض وتقديم لهم دعم نفسي يساعد مثلا في تأخير تسارع وتصيرة تقدم المرض أكيد اللفت الحلوة اللي قلتوه حضرتكم أنه إذا صار فيه وعي لما يصير فيه وعي هو إذا عرفه السبب بطوله العجب والثاني شغلة لما أنا أعرف أصل المشكلة أو سبب المشكلة بيصفة حلة بدنصف الثاني بمعنى لما يكون فيه وعي أني أنا لازم أتعامل مع المريض كبير بالسين كذا وكذا وكذا أني أنا مثلا لازم أعطيه تغذية جيدة لازم طور له وحفظ له نشاطه العقلي بمعنى أنه إلعب معه ألعاب تزيد من مهارته العقلية لعبة الشطرنج مثلا لعبة الذكاء المتاهات هذا كل يعته بيساهم أنه فيه وعي معناها أني أنا هأخر قدر المستطاع تدهور الصحة العقلية لدى مريض الزهايمر طيب نختم بهذا السؤال يعني نقول هم جزئين هل فيه أنشطة ممكن يعملوها يعني مصابين مع الأطفال وكيف كمان أو مع العائلة وكيف كمان نوعي الأطفال أنهم يحترموا يعني كبار السن هؤلاء المصابين بها الزهايمر هلأ حابدأ بالقسم الثاني لأرجع للأول القسم الثاني تائما الاحترام بينبع من الأب والأم لما هو يشوف أنا أبي محترم وجدتي أو والدتي محترم جدي مثلا إجباري أنا حتصرف بنفس الشيء أنا لما الولد الصغير يحاول يساوي ضوضاء أو يساوي مثلا فوضاء مكان محيط فيه الكبير بالسن أنا فيني أخذه من إيده وإحكي معه بلطف على حسب مستوى العقلي وإنه يفضل أنك تلعب مكان تاني أو يجده هلأ تعبان لازم يرتاح لازم يهدى هذا الشيء هو اللي بيأثر دائما للأطفال عندهم خاصية النمزجة أو التقليد هي قولا واحدا تاني شغل الأنشطة اللي باحتمال يساوها المرضى الزهايمر أكيد في المراكز الاجتماعية لما تندهي لأصحابهم احتمال هو ما بده يطلع من البيت احتمال بده يضل نايم بس لما يعرف أنه صديقه اللي بيعزه أو اللي بيحبه إيجاه حتى لحنا الكبار يعني لما نشوف أنه صاحبتنا رايحة لمشوار لحنا لو ما بدنا منصير جو الرفقة جو الصحبة هو بيساعد تاني شغلة أهم شيء استشارة الطبيب أنه فيه أنشطة معينة بتكون خطرة عليهم أو خطرة على وضعهم هنا خاصة لما تكون مترافقة مع أمراض أخرى مثل ضغط الدم السكري فيه أشياء معينة يعني التحديات معينة ما بيصير يساوها منه لعمرهم ومنه لطبيعة مرضهم تالت شغلة المراكز اللي بتتبني تبني موضوع الزهايمر ورعايتهم لأنه للأسف عدد نسبة مرضى الزهايمر عالميا هي 24 مليون ومتوقع أنه يضاعف هذا الرقم لأربع مرات بحلول عام 2050 يعني لحنا قدام خطر حقيقي يعني وبالنهاية الإنسان مثل مع معامل الكبير اللي هو مسؤول عن رعايته أو رب العالمين انتحنوا فيه بالنهاية الدنيا رح تدور رح يحتمال لا سمح الله ينبلع ويعيش بهذا الموقف فعلا ويعني المرض هذا مرض للأسف خطير سواء للشخص أو للمحيطين فيه فكان الله في عون كل يعني الناس الذي مصابين بالمرض والمحيطين بهم يعني والتوعية قانب مهم زي ما قلت يا أستاذة ميرال وإحنا في صباح بالقص دائما حريصين على أنه ننشر هذا يعني نزود القانب التثقيفي في قانب التوعية وشكرا لتفاعلك معنا مع الموضوع هذا ويعني وإعطاءنا هذه المعلومات الكافية والوافية الإخصائية النفسية ميرال أصلا أوغلو شكرا نتواجدك معنا شكرا لكم